كابتن هو اللي هس رح تحكي فيه عن الأجندة ضياء فرصة مشاركة الأندية في البطولة العربية للأندي حتى اللحظة بعد اعتذار الفيصلي عن عدم المشاركة وثم اعتذار الوحدات عن عدم المشاركة وأعتقد ربما لاحقاً نستمع لإعتذار الحسين عن عدم المشاركة بالجسبة للحسين اللي سلم يصدر شيء رسمي وممكن حتى اللي بعد إذا تم عرض الموضوع على شباب الأردن ما بعرف الشباب الأردن شو يرأيه شباب الأردن ممكن عندهم يعني ممكن يكون أجهز ولكن من هو المسؤول عن ضياء مشاركة الأندية الأردنية في البطولة العربية والبطولة العربية احنا منعرف نكتها ولذتها وهل الأندية هي اللي بتتحمل المسؤولية أم الأجندة وين الخال الكابتن الخالي؟ يعني احنا منقول ضياء لما الأندية كلها تعتذر لكن لسه فيه أمل أن يكون مشاركة أردنية في البطولة العربية أول شيء الخل الرئيسي واللي دائما بنحكي فيه إنه ما فيش منافسات الآن محلية تغيير الأجندة خل اللاعبين نايمين في بيوتهم فيش فريق جاهز متجمع السبب الثاني وهو خطأ الاتحاد العربي إنه فجأة يجي يقول بده نعمل بطولة العربية يعني لو بتيجي على أي فريق بدك تجمع أو فريق شعبي صعب يتجمع ويروح يتدرب خمس ست دريبات ويروح على البطولة العربية فإعلان موعد البطولة ما كان مناسب ويجي بشكل فجائي وفاجأ تقريبا الأندية الأردنية يمكن الأندية الأخرى والبطولات شغالة يعني ممكن تتناسب معهم لكن بالنسبة أن في الأردن ما أعتقد أنه تتناسب مع الأندية الأندية الأردنية وهذا يمكن بيقودنا لأشي بتعلق بقرار تحت كرة القدم بمنع الازدواجية أنا رأيي بشوف أنه هذا القرار غلط هذا ما بخدم الاندية ولا بخدم الكرة الأردنية ولا بخدم الفريق المجتهد أنا مع الازدواجية كيف؟ أنا مع الازدواجية مع الفريق اللي بحصل على بطولات محلية هو اللي يقرر وصاحب القرار أنه يشارك في بطولة أسيوية وشارك في بطولة عربية هو اجتهد في البطولات المحلية حقه أنه يروح وهو الأدرى بالاعتذار عن البطولة أو المشاركة في البطولة أو مشاركة في بطولتين هو أقدر على تقييم وضعه فبالتالي كان لازم الاتحاد لا يتخذ قرار بمنع الزواجي ويترك القرار للنادي وللأندي هذا بالعكس هذا يخلق فرصة تنافس أقوى بين الأندي على القابل المحلية حتى أنه تتيح للمشاركة في أكثر من بطولة خارجية لكن الآن زي ما تفضلت أنت تتحكي عن البطولة العربية ما أعتقد فيه فريق أردني الآن جاهز لهذه المشاركة إلا إذا أنت بدك تشارك لأهداف بعيدة عن المنافسة على القابل لاستعداد لتحضير عندك لاعبين شباب بدك تخليهم يخذوا تجربة عربية فعشان هيك تشوفنا الفيصل اعتذر عن البطولة والوحدات اعتذر عن البطولة رغم الذكريات يعني الحلوة للأندي العربية في أكثر من بطولة عربية وآخرها 2017 من فيصل في البطولة العربية طيب كابتن البطولات العربية وآخرتها آخرتها يعني وين مع البطولات العربية مع طريقة التنظيم مع المفاجآت اللي بنت بنسمعها بموعد البطولات مع المزاجية والكيفية والطريقة يعني بتشوف ثلاث أندية من بلد ونادية من بلد ونادي بالعب دور أول ونادي بالعب ثاني بحجة التصنيف الدولي والمستوى وكذا يا عمي إذا انت بتكن تعمل بطولة عربية على كيف كو اعمل بطولة عربية لحالة سمولها اسم أما لا تقول عنها البطولة العربية وتقييفها على كيفك ثلاث فرق من المملكة العربية السعودية فرقين أهلي وجمالك من مصر يعني قاعد بتدور على بطولة على كيفك وتعطي جوائز عالية هذه العقلية العربية بتنظيم البطولات لمتى فهو يعني هذا بيخليك تحكي باتجاه الاتحاد العربي هو يعني اتحاد يعني في أغلب أوقات السنة بعيد عن النشاطات بعيد عن الظهور الإعلامي فجأة بيطلع بيقول لك بنا نعمل بطولة العربية يمكن هذا البطولة يكون لها أهداف يعني خارج إطار الرياضة يمكن يكون لها أهداف سياسية لكن ضر نطاق الرياضة هذا الإشي نحن نشوف في الاتحاد العربي يعني مفروض الاتحاد يعيد استراتيجيته في إشهار البطولات حتى تكون يعني إلها إلها رواج لما أنت بدأت تعمل البطولة مثلا قبل ما تقول والله قررنا نعمل البطولة كذا ولندي المشاركة اعمل حوار مع الدول العربية صحيح حتى أن تشعرهم أنه هم جزء من المنظومة تشعرهم بقيمتهم ما تقول لتصنف لي مثلا الأردن والله مع جيبوتي ومع السوداء طب أنا بدي أزعل ليش أنا ما أروح عني هاي لا أنا بقول أنا بقول لازم الأردن رفضت المشاركة من حيث المبدأ يعني هذا قرار بخصوص الاتحاد الأردني أنا ما بشارك في هذه البطولة تتم يتم تنظيمها بالطريقة هاي ومحاولة تعويض الموضوع بالجوائز المالية إغراء الأندي حتى تشارك يعني طريقة غير محترفة ما في أجندة إلى متى يا خالد هذا يعني أنا معك إنه ما في أجندة وفيش استراتيجية لكن أنا ضد يعني مقاطعة بطولة بطولة عربية مثلا لأنه يعني دائما الأردنيين ومواقف الأردنيين هي عروبية لما بتحب تقاطع أي شيء لكن وفي خطأ إحنا منقول لازم نقول للاتحاد العربي أنه أنت استراتيجيتك خطأ طرحك للبطولات خطأ التمييز بخلق فجوة بيننا وبينك فالمفروض أنه هاي الرسائل توصل للاتحاد العربي الأمور المالية مش كل شيء يعني أحيانا أنت عارف حالك إننا غلطان بس بدك تعوضها بالأمور المالية وهذه لأسف بتجيب نتيجة في الغالب بتجيب نتيجة بالضبط فهي بتجيب نتيجة على حساب المبدأ والكرامة فالاتحاد العربي تخطيطه في الغالب يفتقر للمنطقية يفتقر للمنطقية وهذا الرسالة لازم توصل للاتحاد العربي من الاتحادات الأهلية في كل الدول العربية حتى أنه في قادم الأيام في المواسم الجاي يكون فيه تصحيح يكون فيه انصاف لكل الأندية المشاركة رفض المشاركة من أجل تعديل المسار أنا ما برفض المشاركة لأنني ما عندي استعدادة شارك في بطول العربية ولكن لا باعتراضي على طريقة اختيار الأندية وطريقة تصنيف الأندية وانت بتلعب مباراة ذهاب وإياب بعدين تلعب مباراة ذهاب وإياب بعدين تلعب دور المجموعات عشان أنت تأخذ المبلغ ما لطريقة أعتقد يعني وشوفنا آخر شي شو صار في بطولة الأندية العربية نذكرين يعني لش الاتحاد العربي مستوى التحكيم لش الاتحاد العربي يعني تراجعت مصداقيته وتراجعت أهمية البطولة العربية لأن هذه التصرفات موجودة يعني كمان أنت بصير تتعامل مع الأندية بفوقية يعني مثلا تتطلع وتبدأ احترامك لعدد من الأندية الجماهيرية المعروفة الجماهيرية وتنسبقية الأندية طيب كل نادي يشوف حاله هو الأفضل يعني تعال على الأردن عندك الفيصل للوحدات الحسين الرمثة أندية أندية جماهيرية كل أندية العالم وإلها وإلها أصلا قبول في الشارع العربي فما بصير تهمشها كل نادي في بلد يعتبر حاله هو الأفضل فأنت بدك تتعامل مع النخبة في كل بلد فبالتالي أنت بتتعامل مع أفضل أندية العربية لا تميز مش أنت صاحب القرار اللي تميز هذا النادي كويس أو مش كويس أو حتى لو بدك تكون في تمييز ما بسمي بالإسم أنا بجيب مش هذا الأفضل هو خليه يلعب ويطلع للنهائي بجدارة وبنفس الوقت خلي الفرق تستفيد يعني أنا إذا أنا ضعيف فنيا وبدأ لعب مع فريق جماهيري باستفيد باستفيد مدنيا بالريع باستفيد بالاحتكاء باستفيد بالريع وباستفيد الجمهور تبعي من أن يشوف نجوم الفرق الكبرى إذا أنت بتعتبر هاي الأفضل منها آخر سؤال أنت مع امتناع الأندي عن المشاركة نظرا لظروفها الفنية فيصلي أنا مع الفيصلي مع الفيصلي والوحدات في الاعتذار لأنه يعني هم بشوفوا البطولات الأسيوية أكثر ترتيب أكثر دقاء أكثر فائدة أكثر جماهيرية أكثر رواج إعلامي الآن نرجع لخيار الثالث الحسين أربد الحسين أربد الآن هو عنده طموح يكون في البطول الأسيوي في كأس اتحاد الأسيوي لكن وجوده بكأس اتحاد الأسيوي حسب معلوماتي يعني ما بعرف إذا أنت بتأييدني فيها إنه إذا الوحدات راح للمجموعات الحسين بشارك في كأس اتحاد الأسيوي إذا الوحدات طلع من دول مجموعات راح يرجع لكأس اتحاد الأسيوي فبالتالي الحسين ما راح يكون له فرصة في المشاركة في البطول الأسيوي هل أنت بدك الحسين يشارك في البطولة العروية يعني شايف قدامه فرصة أنت هي بدها دراسة الآن بدها دراسة الآن أنت قادر أنه في فترة وجهزة تجيب ودرب وتجمع اللاعبين وتدربهم هذا جانب أنا بسألك أنت شايف قادر بلحق الحسين هم اللي أقدر أنا بدقرش أشوف من ناحية الفرصة من ناحية الفرصة هو ممكن يكون النادي مثلا متفق مع مدرب ممكن يكون متفق مع مجموعة من اللاعبين غير معلنة هو بيعرف يقرر هو الأكثر قدر على اتخاذ القرار إنه لو أنا بدأ شارك في البطولة العربية طيب أغامر أروح بشارك في البطولة العربية ولا أستنى إذا بيطلع لي مشاركة فيك أستحاد الأسيوي فالأمور محير لكن بشكل عام موعد البطولة العربية غير مناسب الفرق الأردنية غير جاهزة نتيجة السبات الكروية بسبب تغيير الأجندة فكل هذه الظروف فرضت على الأندية الحيرة أنا أقول إلي شارك الأندية في حيرة من أمرها تشارك عربيا ولا تستنى الأسيوي الموسم سيبدأ بشهر خمسة نعمل تعاقدات الآن كل الأندية أو أغلبها توجهت للمدرب المحلي بعض المدربين يعني وأنا كنت على تواصل محمد أقول لك لأنه الدوري بشهر ثماني مطول هسا بأخذونا بسلكو فينا لشهر خمسة فسيبالش الدرع بعد الدرع بقيلوا لا بروح هم عارفين المدربين بساكتين هم عارفين فس يعني مشاكل أبدأ شكرك خالد الأعلامي والنجم السابق في نادر حسين وكرة القدم العردني نورتنا كابتن شكرا لك شكرا